اشتركوا في القناة فهي علاج لجميع الامراض والاضطرابات خصوصا عند خلط الكراوية مع العسل الكراوية مفيدة في علاج مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم النوبات القلبية مشاكل الجلد الذاكرة سقوط الشعر قشرة الرأس مرض السكري الربو آلام الظهر نوم عميق والكثير من المشاكل الصحية المختلفة حقا تحدث تأثيرات عظيمة من الرأس الى اصابع القدم فهو علاج معجزة بالذور الكراوية من التوابل الاكثر استخداما فهي تساعدني على العيش بصحة جيدة وانتشر استخدامها في جميع انحاء العالم وقد بدأ الظهور الكراوية في الهند ومعروفة باللغة الهندية باسم شاه جيرة وتتميز برأحة فريدة من نوعها والان يتم استخدامها بصورة واسعة في وصفات الخبز المختلفة العناصر الغذائية في الكراوية يوجد مكونات مثل كافونز التي تعطي الكراوية نكهة مميزة هذه المكونات مسؤولة هذه المكونات مسؤولة عن اعطاء نكهة للأكسادة وخواص هاضمة طارد للريح ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى تحتوي الكراوية على العديد من الزيوت العطرية والمواد المضادة للأكسادة مثل الفلافونيد واللوتين والكاروتين وزينثين وهي عنوص اللازمة للتخلص من الجذور الحرة في الجسم وحمايتها من السرطون الشيخوخة والأمراض العصبية التنقسية مثل مرض بركنسون الكراوية مصدر ممتاز للمعادن والحرير والنحاس والكالوسيوم والبوتاسيوم والمنجنيس والسيلينيوم والزينك والماغنيسيوم والنحاس والحديد من العناصر اللازمة لإنتاج الحديد في خلايا الدم الحمراء كما أن الزينك يعمل على تنظيم عمل الإنزيمات التي تنظم النمو والتنمية والهضم بينما يساعد البوتاسيوم على السيطرة على معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم تحتول بالذورة على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين باء وفيتامين جيم وفيتامين هاء الفواد الصحية للكراوية مدر للبن بالذورة الكراوية من التوابلة المدرة للحليب من المعروف أنه يزيد من إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات استهلاك مشروب الكراوية الدافئ مع العسل يعزز من كمية ونوعية الحليب وبذلك زيادة التغذية اللازمة للطفل في مرحلة النمو وأيضا يجنبك عسر الهضم مقاومة الهستامين الهستامين من العناصر المسؤولة عن السعال يمكن للأشخاص الذين يعانوا من الحساسية المسمية أن يستمر السعال لديهم حتى أن في بعض الحالات يودى السعال إلى صعوبة التنفس يمكنك البحث عن الأدوية المضادة للهستامين المتوفرة في السوق والتي تمتلك آثار جانبية على بعض الحالات ولا توفر لك علاج دائم ومع ذلك الكراوية مفيدة جدا في تحييد آثار الهستامين والتخلص من السعال الذي يهدد عامل قطر عليك وغيرها من الأمراض المرتبطة بالهستامين والحساسية مطهرة ومعقمة تعمل الكراوية كمادة معقمة يمكنها أن تحقق لك الشفاء الفعال من التهاب القولون وكذلك التهابات الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز البولي بالإضافة إلى منع العدوى الخارجية فهي تمنع نمو البكتيريا والفطريات ومنع العدوى للجروح والقروح بل هو أيضا مطهر ويحمل جروح من التطور مفيد لصحة القلب الكراوية عنصر جيد جدا لصحة القلب فهي تساعدك في الحفاظ على معدل ضربات القلب منتظمة تقوية عضلات القلب منع تصلب أشرين والأوعية إنخفاض ضغط الدم وكذلك يقلل من مستوى الكوريسرول في الدم مما يدعم صحة القلب الإستهلاك المنتظم للكراوية تساعدك في الحفاظ على القلب لفترة طويلة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مضاد للتشنج تقدم الكراوية الإغاثة الفورية من التشنجات والأمراض المرتبطة بالتشنجات في حالة حدوث تشنجات العضلات فهي تقدم لك الإغاثة الفورية حيث تكون بتثبيت آثة الإنزيمات والمركبات المنتجة في الجسم وهي المسؤولة عن تقلص العضلات وبالمثل تخفيف آثار تشنجات الجهاز التنفسي السعال بدون توقع ضيق التنفس ومفيد أيضا في علاج الكوليرا التشنجي طاردا للريح من الإضطرابات التي يعاني منها الجهاز الهضمي يمكنك استهلاك مشروب الكراوية الدافئ لمشاهدة النتائج في علاج هذه المشكلة فهي علاج جيد لمشاكل الغازات المزمنة التخلص من عدوى الجهاز الهضمي إضافة الكراوية إلى الماء الدافئ مع القليل من الملح يساعدك في التخلص من معظم أنواع عسر الهضم ويسرع عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز العصورة المعدية الأحمود الصفراء إلى المعدة تساعدك الكراوية في الحفاظ على المعدة صحية من خلال حمايتها من الالتهابات علاج القرحة تسهيل عملية الهضم مدر للبول الكراوية عنصر مدر للبول مثالي علاج قويل لأولئك الأفراد الذين يعانوا من عسر البول حصوات الكلة ارتفاع ضغط الدم أو أولئك الذين يرغبون في إنقص وزنهم لأن زيادة القدرة على التبول تساعدك في حل كل هذه المشاكل تعمل الكراوية على تحفيز البول وبالتالي خفض ضغط الدم التخلص من حمض اليوريك تنظيف الرواسب من الكلة وتخلص المسالك البولية من الالتهابات علاج تأخر الحيض إذا كنت تعاني من تأخر الحيض يمكنك تناول كوب من الكراوية فهو يوفر لك الإغاث اللازمة لإضطرابات الدورة الشهرية التخلص من الاحتقون تمتلك الكراوية رائحة أطرية قوية للتخلص من الاحتقون الناجم عن السعال ونزلات البرد عندما تتناول الكراوية الدافئة بالعسل تخفف المخوط المتراكم في الجهاز التنفسي فهو يعطى الإغاثة الفورية وطويلة الأمد لإلتهاب المسالك الأنفية الحنجرة البلعوم وغيرها من الأمراض فاتح للشهية الكراوية لها خصوص عطرية تجعلها تعمل كفاتح للشهية لذلك يمكن أن تزيد من الشهية وتحسن الهضم وتحفيز العصور الهضمية علاوة على ذلك يعمل على تنظيف الأمعاء وتخفيف الإمساء علاج الإكتئاب الكراوية تحفز تنظيم عمل أجهزة الجسم وبما فيها الدورة الدموية والجهاز الهضمي والغضض الصمع والجهاز العصبي والجهاز الإخراجي كما أنه تساعدك في البقاء بحالة تأهب ونشط زيادة النشاط عندما تشعر بتحسن جميع جهزة الجسم مثل مشاكل الأجهزة العضوية تقليل التجعيد تعزز القوة والطوقة ويجعلك تشعر بالشباب والنشاط مضوض للحشرات تقوم الكراوية بقتل الحشرات الموجودة داخل أو خارج الجسم وآمنة جدا لاستخدامها في قتل الديدان المعوية والتي يكون لها آثار سلبية جدا على الأطفال على العكس الكراوية آمنة تماما فوائد أخرى للكراوية هناك العديد من الفوائد الطبية الأخرى للكراوية منها علاج التهاب الفخذين البهوق الجثام الطفح الجلدي حب الشباب البثور الروماتيز التهاب المفاصل النقرس فقدان الرؤية الصدوع آلم الظهر آلم الأسنان تسوقط الشعر فوائد الكراوية للبشرة يتم استخدام زيت الكراوية منذ عصور قديمة للحد من الانتفاخات والتهاب الجلد يمكنك استخدام زيت الكراوية ككمدات للحد من التهابات الجلد تعريض الوجه لبخور زيت الكراوية يساعدك في تجديد وتنظيف البشرة ومن المعروف أن الحد من التجاعد يعز صحة الجلد ويجعلك تشعر بالشباب والحيوية ذكرت التقارير أهمية زيت الكراوية في الحد من الدمامل وحب الشباب والطفح الجلدي كما أن زيت الكراوية مفيد في التخلص من التهابات فروة الرأس بسبب خصائصه المطهرة والحد من تسوقط الشعر وتحسين نسيج الشعر والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس وجزاكم الله خيرا شكرا 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 شكرا